وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لإنجاز القوانين المتعلقة بالأسرة في إطار من التنصيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدلة حيث اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من سياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص أن الرئيس السيسي تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية تمهيدا لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة كما طلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتركة والمهملة وانشاء مركز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنا بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية